قبل نحو عشرة أيام من حلول شهر رمضان شهدت أسعار أصناف من الخضار والفواكه ومواد تموينية ارتفاعا بحسب ما أكدهم واطنون وتجار في محافظة إربد كاميرا رؤية رصدت أسعار أصناف من الخضار والفواكه في السوق المركزية كالبندورة والإخيار والبطاطا والبصل وقال تجار إن أسعارها ترتفع في مثل هذا الوقت بسبب الانتقال من موسم إلى آخر متوقعين أن تبدأ بالانخفاض خلال الأيام المقبلة وهذا ما أكدهم متسوقون قائلين إن أسعار الخيار والبندورة مرتفعة بشكل كبير بما يفوق قدرتهم الشرائية الأمر الذي دفعهم إلى التقليل من حجم الكميات المشترات في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية وتدني الرواتب كما تشهد مواد تموينية ارتفاعا في أسعارها مثل الأرز والسكر والزيوت نتيجة زيادة الطلب وارتفاع كلف الإنتاج والتوريد بالنسبة لأسعار السرعة في شهر رمضان المبارك أو قرب شهر رمضان المبارك في ارتفاع طفيف عليها موجود في بعض المواد ارتفعت لا يقل عن 25% بالنسبة للخضار أزال في بعض المواد مثلاً لخيار سعره مرتفع قليلاً لكن بعض المواد الأخرى لا أبأس بها الأسعار في الوقت الحالي مرحلة انتقالية بين الشفا منطقة الشفا التي هي منطقة الصحرة والرمثة ومنطقة الغورية والأغوار لأنها كبعض السلع لدينا مرتفع سعرها مثل البنتنجان والخيار هؤلاء أسعارها مرتفعة يعني كل سنة بنفس الموسم هذا بيكون أسعارها مرتفعة الأسعار كلها مالها بترتفع على أكثر ويعني كنا نشتري كمية يعني أكبر هسا صوراً نختصر وننزل كمية أقل يعني رجاءاً من وزارة التومين يعني نتشرف على الأسواق على الأقل أو الحكومة تدخل يعني في كبح جماعة التجار الأسعار والله إلى حد الآن في متناول إيد الجميع بس قبل رمضان طبعاً فما بنعرفش عنهم كيف رح تكون في رمضان سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعاً لافتاً بمقدار سبعين قرشاً لليجرام بعدما أغلقت تداولات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية على ارتفاع عند ألفين وثلاثة وثمانين دولاراً للأنصة وهو مستوى تاريخي جديد بفعل الظروف السياسية التي تمر على المنطقة كما أن ظهور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية ساهم في هذا الارتفاع بحسب نقيبي تجار الحلي والمجوهرات ربحي علن وتالياً أسعار بيع وشراء الذهب في أول يومين من الأسبوع اشتركوا في القناة استغطبت مدينة مأدبة الصناعية مشروعاً استثمارياً في صناعة الأدوية بكلفة مليوني دينار سيوفر نحو سبعين فرصة عمل هذا ما أعلنته شركة المدن الصناعية الأردنية مضيفة أن عدد الاستثمارات في مدينة مأدبة الصناعية خلال السبع سنوات الماضية وصل إلى 34 مشروعاً محلياً وأجنبياً برأس مال يقرب من 25 مليون دينار المستثمرون قالوا أن مدينة مأدبة الصناعية وفرت لهم حوافز وإعفاءات لإقامة مشاريعهم في قطاعات وعدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية فضلاً عن توفر الأيدي العاملة من المجتمع المحلي أما العاملون في المصانع فأشاروا إلى أن المدينة وفرت لهم فرص عمل في مجالات عدة بعد سنوات من البحث عن وظيفة كما وفرت لهم فرصاً تدريبية توقع خلال السنوات القادمة أن نشهد زيادة في عدد فرص العمل التي ستشغل أبناء المحافظة والتي يقدر أن تصل إلى ما يقارب 1200 فرصة عمل إن شاء الله طبعاً هذه الصناعات تعمل في العديد من القطاعات الصناعية كالصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات التقنية وغيرها من القطاعات العاملة والإنتاجية في مدينة مادبة الصناعية المدينة الصناعية توفر بنية احتية مناسبة للاستثمار المنطقة تتوفر لديها الأيدي العاملة بشكل جيد هناك وحدة أمل وحماية في المدن الصناعية للحفاظ على الأمن وتسهيل مهام المشتثمرين لم أجد شغل إلا هنا أجدت قدمت من سنة تقريبا لم أكنت متقنة العمل ولا أعرف أي شيء بالنسيج كان عندي معلمة إلي زي متدربة ليدر إلي علمتني لمدة أسبوع وهسا بعد سنة الحمد لله صرت بطقن الشغل تمام لضبط الأسعار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يجول ممثلون عن لجنة الحماية الشعبية في الأسواق لبيع السلع وفق الأسعار المعلنة فيما يتساءل الغزيون عن توقيت هذه الحملة من هؤلاء وماذا يفعلون؟ هذا ما تبادر في أذهان الغزيين فور رؤيتهم للمرة الأولى ليجدوا الإجابة في فعلهم الذي يتلخص في محاولتهم ضبط الأسعار وحالة السوق التي تشهد الكثير من الارتفاع من قبل تجار الجملة وباعة الانفرق حتى تلك التي تصل كمساعدات للغزيين الملثمون كما يلقبون أو لجنة الحماية الشعبية هي لجنة تتبع لوزارة الداخلية كشفت عن نفسها بعد أن تعمد الاحتلال استهداف الأجهزة الأمنية التي تؤمن دخول المساعدات إلى قطاع غزة بإذن الله تعالى اليوم تم إبلاغ جميع التجار وجميع أصحاب البسطات داخل الأسواق بأنه سيتم غدا بإذن الله التنفيذ الفعلي لخفض الأسعار ورجوع الأسعار إلى أسعرها الطبيعي كما تحدده وزارة الاقتصاد داخل هذا البلد الأمين المواطنون لم يلمسوا أي تحسن في أسعار البضائع كما استنكروا صحوة هؤلاء بعد خمسة أشهر من الحرب طب أنا أريد أن أسأل وين كانوا من أول الحرب؟ وين كانوا حاليا؟ طلعوا ملتهم مين؟ ملتهم يتخوف مين؟ الملتهم كان لازم أشوفهم الحين هاي الأسعار زي ما هي وزادت سوء كمان إحنا في جوة شمال غزة أهلنا طلعوا فيهم وين هما عن سرقة المساعدات اللي بتوصل للناس؟ بقدر أسأل وين هما المساعدات تنسرق؟ كبولاتنا اللي بتجينا إعانا بتنسرق بنشوف هاش طب وين هما عنها؟ يعني اليوم أجوا يا سبحان الله يطلعوا طب كانوا انفرضوا على التاجر هم مساهمين فيك كلام والله إذا اللجنة الشعبية عملة وترخصت الأسعار إحنا محهم قلبا وقالبا أما ما صار شيء غير كلام مع الفاضي بلقيت اللجنة المقاومة تعترفها حادي بتروح على رزقية صراحة أنا شفت بعيني بقولك أما على الطجار فيش ولا أحب يدور هما يروح على الرأس الكبير روح على المعابر روح على رأس الحية وتعمد الاحتلال خلق حالة من الفوضى في صفوف الغازيين باستهدافه رجال الأمن والأجهزة الشراطية في أكثر من مرة خلال الشهر الماضي وتبقى كل هذه المحاولات في سياق ضبط الحالة الاقتصادية داخل محافظة رفح التي تعتبر أكثر المحافظات اكتظاظا بالسكان بفعل استمرار توافد النازحين منذ بداية الحرب غازل علول رؤيا من رفح أقصى جنوب قطاع غزة